يأتي هذا بعد أن تمنى مجلس الأمن الدولي مشروع قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وصوتت أربع عشرة دولة لصالح مشروع القرار فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت وينص القرار على وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية خلال شهر رمضان كما يطالب بالإفراغ الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين ويؤكد الحاجة الملحة إلى حماية المدنيين وإصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة من جانبه قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش إن الفشل في تنفيذ القرار الذي اتخذه مجلس الأمن لن يقتفر